موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم من صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم باور ري أول غواصة من غير ربان من شأنها صيد الأسماك جاء في تفاصيل الخبر أطلقت شركة باور فيجين الصينية غواصة جديدة من دون ربان من شأنها صيد الأسماك وتعمل الغواصة على رصد الأسماك ثم تحديد موقعها قبل أن تجذيبها بضوء مدمج وبقطعة طعم معلقة من الصحة نقرأ من صحيفة الغد الأردنية ألام البطن المستمرة قد تكون انذارا بالسرطان حذرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من أن ألام البطن المستمرة قد تنذر بالإصابة بسرطان الكبد أو سرطان القنوات الصفراوية وأضافت أن العراض الأخرى الدالة على ذلك تتضمن فقدان الوزن غير المبرر ونطالع مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية أبل تطلق هامبورد كشفت شركة أبل عن مكبر صوت ذكي اسمه هامبورد يتفاعل مع التوجيهات الصوتية لبث الموسيقى أو إرسال الرسائل الصوتية لتنافس بالتالي أمازون وجوجل وسيسوق في شهر ديسمبر المقبل صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها تحديث جديد لفيسبوك لايف يضيف ميزة الترجمة لضعاف السمع كشف تقرير حديث من موقع تيك كرانج الأمريكي أن فيسبوك يسعى لإطلاق تحديث جديد يضيف ميزة لفيديوهات البث المباشر تسمح للأشخاص الذين يعانون من الصوم والضعف الصم والضعف السمع من فهم ما يحدث داخل الفيديو وختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية الصين تسعى لإحضار صخرة من القمر تعتزم الصين جلب صخرة من القمر باستخدام سفينة فضائية إذ تسعى الصين لإرسال سفينة فضائية غير مأهولة للقمر لتنفيذ هذه المهمة